سلام ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة احمد بناطي قبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنسيوش كيف العادة الاشتراك في القناة الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس بش كيف نحبطوا فيديو جديدة يجيكم اشعار ونبدأوا مباشرة في الفيديو متاعنا وفي الفيديو متاع اليوم مش نشوفوا مع بعضنا طريقة تشغيل وايقاف تشغيل شريحة الهاتف في هواتف اوبو نبدأوا مباشرة في الشرح متاعنا نمشي ونقوموا بفتح الاعدادات في الاعدادات نمشيوا لخيار شبكة الهاتف وفي شبكة الهاتف كما قاعدين تشوفوا في الاعلى يوجدوا ازوز شرائح الموجودة عندي في الهاتف متاعي اللي قاعد نستعمل فيها الآن اذا كان حاب نقوم بتشغيل اي ايقاف عفوا تشغيل اي شريحة فيه مثلا حاب نقوم بايقاف تشغيل الشريحة الاولى نضغط عليها وبعد خيار تمكين الموجود في الاعلى نقوم بالغاءه كما قاعدين تشوفوا لهنا يقول لي جاري التعطيل وكم وتم عفوا غلق الشريحة وبمجرد غلق الشريحة فانه اي شخص بش يتصل بيك ما هو ايش بش يتمكن من الحصول عليك لكن اذا كانك تستعمل انترنت في هذه الشريحة فانه كذلك بش يتم فصل شبكة الانترنت مدامك قمت بغلق الشريحة هذية اذا كانك تحب تقوم بارجاحها مرة اخرى فقد تمشي لتمكين مرة اخرى وتقوم بالضغط عليها كما قاعدين تشوفوا لهنا يقول جاري التمكينة ومباشرة تم تفعيل الشريحة متعنا مرة جديدة وبالطريقة هذية وبكل سهولة تنجم تقوم بتشغيل او ايقاف تشغيل شريحة الهاتف الجوال الخاصة بيك كانت هذية الفيديو متعنا ان شاء الله تكون الفيديو فادتكم وعجبتكم اذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة ضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس مش كيف نابطوا فيديو جديد ايجيكم اشعار وللفيديو القادم ان شاء الله متقالي بش نقول لكم كان الى اللقاء